أرحب مرة أخرى بالأستاذ أحمد الشيخ أستاذ أحمد الشيخ إذا ما أردنا تشخيص الحالة الاقتصادية للدولة المصرية دون مبالغة دون تضخيم لوضع هذه الأزمة الاقتصادية ودون أن ننقص من حجم المشكلة الاقتصادية التي يعيشها المواطن المصري والدولة المصرية فبرأيك ما هو تشخيص الواقع الاقتصادي في مصر؟ باختصار شديد أخي العزيز الواقع مر وأليم إلى درجة بعيدة جدا ويعني أنا لن أتحدث معك اقتصادي ولكن بسيط يقرأ الأحداث والوقائع لديك انهيار قيمة الجنيه المصري لديك ارتفاع التضخم والأسعار لديك زيادة كبيرة في الديون الخارجية لديك وهو الأهم حياة المصريين كيف يعيش المصريون اليوم يعني لم ترى مصر في حياتها وفي تاريخها حياة مثل هذه الصعوبة والكآبة والضيق وهل هذا الواقع مقتصر على الثلاث سنوات الأخيرة التي تحدثا عنها عبد الفتاح السيسي بأن واقع الاقتصاد المصري هو بسبب الأزمة التي يعيشها هو بسبب السنوات الثلاث الأخيرة ما الذي جرى في آخر الثلاث سنوات حتى يتكبد الاقتصاد المصري كل هذه الخسائر؟ لا منطق هذا الكلام لدى السيسي في الثلاث سنوات الأخيرة يقصد أن هناك كورونا ويقصد أن هناك غزو روسي لأوكرانيا عوامل خارجية أدت إلى هذا الوضع الكارثة لكن أغلب المصريين وأقول لك ليس الخبراء بسطاء الناس يعرفون مسؤولية هذا النظام عما آلت إليه الأمور اليوم وفي الحقيقة هذه مسؤولية تراكمية يعني هذا النظام عمل على تصعيد هذا الموقف المجري إلى أبعد مدى منه لكنه موقف قديم يعني وأقول لك أن هذه ليست أزمة اقتصادية من الخطأ أن يرى الناس أن هناك أزمة اقتصادية إذن ما هي الأزمة؟ أزمة سياسية 100% أزمة نظام حكم لو كان لديك نظام حكم منتخب ورشيد ويخضع للقانون والمساءلة ويأخذ القرار من خلال دراسات جدوى ودراسات مؤسسات ما كان اخترف كل هذه الكوارث التي حدثت يعني أنظر مثلا بداية مشروعاته تفريع قناة السويس كيف تم استيقظها من النوم اتصل باللواء ماميش أو الفريق ماميش واتفق الإسنان على أن يبدأوا الحفظ هكذا لا دراسات ولا مؤسسات ولا مجلس أمة ولا أي شيء يعني فعندما يكون لك نظام حكم يحكم بهذه الطريقة من الطبيعي أن يعيش المصريون كارثة وراء كارثة يعني هذه المشاريع التي أنت تتحدث عنها كارثة وراء كارثة النظام المصري كان يروج لها أنها مشاريع كبرى تفريعة قناة السويس المدينة العاصمة الجديدة العاصمة الإدارية الجديدة كل هذه المشاريع برأيك هل ضيعت أموال المصريين وحتى أموال الخليجيين الأموال التي وضعتها دول الخليج العربي في مصر كانت تأمل أن تمنح للنظام المصري فرصة لكي يبني الاقتصاد إلا أن هذه الأموال يدوا بأن عبدالفتاح السيسي ضيعها على مشروعات غير منتجة غير ذات جدوى سيد جمال هل تعرف من يقول هذا الكلام الآن الذي أنت قلته لا أقول لك كبار خبراء الاقتصاد والاستراتيجيات لا الفلاح المصري الإنسان البصري البسيط المعدم الذي يعيش كوارث هذا النظام يقولون لك هذا الكلام أغلب المصريين يقولون هذا الكلام فنحن أمام نظام تعود على الاستخفاف بالناس تعود على أن لا يسائلوا أحد لا يرجعوا أحد يعني مثلا مشروع تفريع قناة السويس عندما اكتشف الناس الأمر هل تصدق ماذا قال لهم السيسي قال لهم أنا عملت هذا المشروع من أجل رفع معنويات الشعب المصري مياه السلام يرفع معنويات الشعب المصري على حساب الشعب المصري وفي النهاية جيب المواطن المصري يفرغ ويصبح على الحديدة كما يقال أين هو المشروع المنتج؟ أين هو الاستثمار الذي يحتاج المواطن المصري ليعيش لكي يتطور هذا الاقتصاد لكي تصبح مصر دولة منتجة وليست دولة مقتردة رغم أن ما تقول سيد جمال من الأبقديات بديهيات أي تفكير سليم لكن عندما يكون لديك نظام حكم مطلق صلاحيات مرعبة لا يرجعه أحد لا يسائله أحد يفعل ما يشاء ويتوهم أنه يسير في الطريق الصحيح وأنه ينتج مصر جديدة النتيجة تكون كما شاهدنا وكما عانينا لذلك أقول لك ليست أزمة اقتصادية هي أزمة سياسية لأن لو كان النظام السياسي نظام حقيقي وممثل ويخضع للقانون والمؤسسات ويعطز القرار بعد دراية ما كنا في هذا الطريق المظلم أكل عزيز طيب لماذا لم يعترض عليه أحد يعني من داخل النظام المصري على هذه المشاريع التي أصلا مولها في معظم أجزاء تمويل إيهاية معظم تمويل من خلال الديون حتى أصبحت الدولة المصرية عاجزة ليس فقط عن سداد الديون ولكنها عاجزة عن سداد حتى فوائد الديون نعم لماذا تسألني لماذا لم يعترض الناس من الرعب أخي العزيز يعني أنا أتذكر شخص مثل نجيب سويرس رجل الأعمال المصري عندما بدأوا في مشروع تفريع قناة السويس أدل على خجل وحياء تصريح يا ناس لابد من دراس الجزوى في هذا المشروع تكيل لأن نجيب سويرس له حجم ومسنود وعلاقات دولية ولم يجرؤ أن يتكلم بوضوح في هذا الأمر فما بالك بالدائرة المحيطة بالسيسي يعني يعيشون كلهم في رعب هذا النظام يعني حكم مطلق لديه صلاحيات يعني انظر هذا العدد الكبير يا أخي في السجون خيرت أبناء مصر ملقى بهم منذ سنوات في السجن وخرج منذ أيام يقول لك أنها سجنتهم من أجل الأمن القومي أو الوطن ولكن هذا الأسلوب في الحكم يعني أسلوب الدول الشمولية الدكتاتورية التي تحمل مسؤوليات فشلها دائما على الآخر على الخارج هناك أزمة في العالم هناك أزمة كورونا هناك حرب أوكرانيا إلى متى سيبقى النظام المصري يدس رأسه كالنعامة التي تدس رأسها في الرمل ولا تواجه المشكلة الحقيقية التي تعيشها مصر لا ببساطة لأنه لو واجه المشكلة الحقيقية التي تعيشها مصر سيواجه نفسه ما هو المسؤول عن ما حدث في مصر ويحاول أن يظهر أمام الناس في هذه الأيام بأنه غير قلق وأن مصر ستتجاوز كان من الممكن أن نصدق هذا الأمر كنوع من التفاؤل يريد أن يطراحه بين الناس لو كان لديه أسس حقيقية للنهوض لو كان هو ليس مسؤولا عن ما جرى إنما لكي يحدث إصلاح لكل ما جرى لابد من إزاعة هذا النظام بكامله ليس السيسي فقط جزور هذا النظام من سبعين سنة اقترفوا الجراعم في حق الناس استولوا على أموال الناس سجنوا الناس عذبوا الناس دخلوا بالبلاد في حروب فاشلة وانهزموا ومع ذلك يعني تقصد العسكر حكم العسكر في مصر منذ عام 1952 إلى أي مدى إلى أي مدى يحجم ذلك مصر ويقلل من مكانتها الإقليمية ويجعلها دولة تعيش على القروض والهبات أليس ذلك معيب بحجم دولة كمصر أكبر عدد سكان في الوطن العربي كل هذه الإمكانات التي حباها الله سبحانه وتعالى نهر النيل الإمكانات البشرية وأيضاً إمكاناتها في الثروات الباطنية الموجودة في مصر إلى متى تبقى الدولة عاجزة عن إدارة الإمكانات الموجودة لديها من أجل خدمة المصريين في المقام الأول سيد جمال أنظر قبل مجيء هؤلاء العساكر كيف كانت مصر يمكن للناس أن تراجع التاريخ لن أتكلم عن مكانة مصر قبل مجيء هؤلاء العساكر بعد مجيء هؤلاء العساكر مر التاريخ المصري بمصرحية هزلية كبيرة كان أحياناً يتم إخراجها بطريقة جذابة تخدع البسطاء من الناس وأن هؤلاء ما جاءوا إلا لمقاومة المحتل وإخراج المحتل والدفاع عن الاستقلال الوطني والكرامة الوطنية ومن أجل ذلك صحقوا مصر والمصريين صحقوا تاريخ مصر بالكامل واستمرت هذه الخدعة من حاكم لحاكم لكن مع رأس النظام القائم الآن وصلنا إلى حالة من المهزلة هذه الحالة أدت لتوقف مؤسسات التمويل عن التعامل مع مصر لأنها لا تسدد ديونها بالتأكيد إذا كنت تتخلف عن سداد ديونك لن يقرضك أحد وحتى لو استجديتهم كما فعل عبد الفتاح السيسي قبل يومين في باريس أنه أمهلون نحن أموالنا كلها راحة على البنية التحتية وبكلامه كأنه يدين نفسه ودول الخليج معروف أنه معظم دول الخليج الآن توقفت عن تقديم معونات اقتصادية في مصر ناهيك عن استثمارات إلى أين سيؤدي هذا الوضع بالاقتصاد المصري لا هو السير في هذا الاتجاه والاستمرار في أستاذ جمال نتيجة مأساوية وحالة الخوف المسيطرة على أغلب الشعب المصري اليوم تساعد في تفاقم الأزمة كل الناس خائفة على مستقبلها وعلى أولادها وعلى القروش البسيطة المتبقية له وعندما يسود الخوف لا يمكن أن ينجح أي إصلاع ضف إلى الخوف هناك إنعدام الصقة عندما تنعدم الصقة في الحاكم لا يمكن أن يكون هناك أي إصلاع أعود إلى مسألة حتى أكون منصف مسألة القروض والاستجداء أنا أعتقد أن هذا الرجل مع انقلابه في 2013 قام بدور وظيفي كبير جدا خدم أنظمة الخليج يعني لو لم يكن هذا الرجل استولى على الحكم لكانت عروش الخليج مهددة فعندما أخضقوا عليه لم يخضقوا عليه حسنة ومنة هم يدفعون مقابل ما قام به ما الذي قام به يعني ما علاقته بدول الخليج واستقرار الحكم في دول الخليج وعد الربيع العربي وعد صورات الشعوب العربية أوقف هذا المصاري الصاعد يعني يعني هو أوقفه في مصر لكن الشعوب الأخرى هي حرة هي وحكامهم أحرار لا أوقفه في مصر وساعد النظام السوري على وعد الصورة السورية وعمل على إيقاف الصورة في ليبيا لا لعب دورا كثيرا في خدمة هذه الأنظمة طيب ولكن الآن أستاذ أحمد الآن المشكلة الاقتصادية الموجودة في مصر هل يمكن أن تحل بالنظام الحالي هل هل يمكن أن يصحى عبد الفتاح السيسي ويخرج ببرنامج إصلاح اقتصادي ويصدق بتنفيذ هذا البرنامج الرجل كل مرة يعني كان يقول مهلوني ستة شهر ستة شهر بس ستة شهر بعدين مهلوني سنة بعدين سنتين بعدين ثلاث سنوات ستشوفوا مصر جديدة كل مرة يخرج بجدول زمني جديد طيب إلى متى ما هو الجدول الزمني الذي سينفر عبد الفتاح السيسي خلاله أو في نهايته برنامجه الإصلاحي في كلمة واحدة أستاذ جمال لا يمكن إصلاح في مصر إطلاقا مع هذا النظام ولا يمكن أن يبدأ الإصلاح إلا برحيل هذا النظام من جذوره كما أقول لك ليس تغيير شخص السيسي والإتيان بنسيبه ولا صهره ولا ابن عمه ولا ابن قلته كل هذا لن يجدي إصلاح النظام الاقتصادي في مصر يبدأ من إصلاح النظام السياسي وإصلاح النظام السياسي يبدأ برحيل العسكر وغيابهم نهائيا من الحياة السياسية وعودتهم إلى سكناتهم طيب الدولة المصرية يعني تحاول من فترة لأخرى تقدم عدة وثائق تطمينات تسميها مبادرات اقتصادية لتشجيع الاستثمار منها وثيقة عنواتها الحكومة بملكية الدولة وفي ذلك الوقت البعض تخوف أن يكون ذلك مقدمة لبيع أصول الدولة المصرية لكن على النقيد من ذلك لم يستثمر أحد في الخارج السؤال هل مثل هذه الحلول الترقيعية برأيك قادرة على جذب الاستثمارات الخارجية إلى مصر لا الناس خائفة رجال الاستثمار يعيشون كوف أيضا على أموالهم لأنه يعلمون أن الوضع في مصر ليس مستقرا يعني عندما تحدث صورة ويتم إزاحة هذا النظام كل ما دفعوه سيكون في مهب الريح يعني ليس كبرى على مصر والمصريين طيب هل مصر هل مصر فعلا في وضع يشبه رحاصات يناير 2011 وثورة يناير هل يمكن أن يكون أن تكون هذه الأوضاع ممهدة لموجة ثورية جديدة؟ أكثر من موجة ثورية أكثر يعني لو ما الذي حدث أيام مبارك أيام مبارك كان يستهتر في إرادة الناس وزور انتخابات مجلس شعب وجاب ابنه وحاشية ابنه في البرلمان وقال خليهم يتسلوا وكان يتعاملون بخفة واستهتار مع الناس فقامت الثورة على مبارك ما يحدث اليوم أضعاف 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 ما كان في عهد مبارك أخ الكريم فالأسس الموضوعية لصورة قادمة موجودة وبشكل كامل ومئة في المئة ربما هناك بعض الأشياء تؤخر حدوث هذا التحول ما هي تلك التي تؤخر على حدوث ذلك التحول على الرغم من أن الاقتصاد المصري كل يوم في وضع أسوأ الجنيه المصري كل يوم قيمته تنخفض أمام العملات الصعبة التضخم وصل إلى معدل قياسي أربعين بالمئة حسب بيانات البنك المركزي قبل حوالي ستة شهور مظاهر الحياة الاجتماعية تغيرت عادات الاستهلاك تغيرت في مصر القدرة على تلبية الاحتياجات الضرورية للمواطنين أيضا قلت سيد جمال أنت تتكلم بلغة هادئة وبلغة يعني مضبوطة لكن استمع لمعاناة الناس الآن في مصر حتى تعرف إلى أي مدى وصل أحوال مصر فصورة المصريين قادمة بلا محالة قد تتأخر يوم يومين لكنها قادمة لأن أزمة طاحنة الناس لا تجد الضروريات الأساسية في حياتها صحيح في رعب في خمع شديد في معرضة مفتتة في معرضة كارتونية طيب لكن هل هذا يجعل الذين يحتجون على ما يجري في مصر يحزنون لما يجري في مصر أن ييأسوا أن يصابوا باليأس لعدم تحقق أي شيء إحدى المتصلات تقول أم أحمد تقول يا جمال بقلكم عشر سنوات نفس الكلام ولم يتحقق منه شيء استمروا لعله وعسى ترتاح وقلبكم يهدى مصر أم الدنيا دائما وأبدا ما رأيك هل في مواطنين مصريين يقولوا أن هذا الكلام اللي نتحدث عن أزمة وكلام بالهوى لا شيء يتغير فلماذا نكرر هذا الكلام لماذا نعيد نفس الإستوانة يمكن أن يكون هذا الكلام سليم سيد جمال في حالك أن الأوضاع في مصر على ما يرام والناس تعيش في رباهية ومصر تلعب دورها الإقليمي والاستراتيجي في أفضل نحن ونحن نتوهم مرضى مجموعة من المرضى يتوهمون أن مصر تعيش في أيام سيئة لو كان هذا وقع الحال لكان كلام هذه السيدة سليم لكن وقع الحال يقول عكس ذلك أخي العزيز وللأسف لا أن أقول ذلك لكن أنظر لما يقول أغلب الشعب المصري اليوم أنظر لحالة الغضب لدى الناس المشكلة أن هذا النظام العسكري قطع بين الناس وبين كل طرق تمثيلهم لم يسمح للناس لا برابطة لا بحزب لا بمقابة لا بمجلس شعب حقيقي فالناس تريد أن تنزل وتتحرك وتحكم نفسه لكن كل الطرق مضطوعة أمامه وعندما ينزلون يجدوا أمامهم أبطش الأسلحة والمعتقلات وهذا ما يؤخر يعني يعني لو كنا في بلد الديمقراطي مثلا هل كان هذا النظام يمكن أن يبقى يوما واحدا شكرا جزيلا لك أستاذ أحمد الشيخ